يا هائمة انظامك تاخد على فيه لا ابولاك يا عبدالجليل الحاجات دي لما تتنبر فيها بتتبوز كل واحد يشوف طريقه أحسن ماشي يا عم في ايه الله انت بتاخد على كام الفين دولار ايه الفين دولار ايه الفين دولار الفين دولار يا هائمة لايه يا همام انتفعش الكلام ده عليا الطلقة بالتلاتة ده انا كدها بميع واشتري ما انتفعش فينها الفين دولار اللي انت اوخد على كام عشرين دولار في شين دولار؟ اه بقولك يا عبد الجليل حل عني الله يكرمك انا مش مقصك حل عني يا اخويا خلاص يا اخويا في ايه مالك كده ما تتعصبش علي يا الله انا عارف ان انت راجل مستريح ومناس ومستريح مزين مزين؟ اه بس يعني يا نعم انا عايلك احتاجي ويعني وديني اكلت مني وشربت كده وادعكت فيها عشان كده لما ربنا يديني مفتريش لمواخصة هه개� كده طلب وضع قبل طلبك يا معل описании دم 20 دولار تيج принقلت منتعلم قوي يا معلّم يقول واتعلم صباح الفلك يا عمر ازايك؟ ايجا؟ انا بحدًا اني جومت ولي الليل ماستنيك هنروح فانيا ياسف مع التايسي بتاعي في ركوبالها ابراهيم في ركوبه دي سهلة من اولها سهلاً من أولاً! تفضل يا باشا! تفضل! شاو! شاو يا أخي! ما سلم يا بي! ما سلم يا معلّ! إلعب يا معلّ! قول واتعلّ! إلعب يا بنيك! شاو! تجاهد الوقتي! ده المعشرين وصلت من ساعة! نعم! لا مفيش! كين التاكس? آآ! مفيش! مفيش! يا ابني المحظوظ يا عبد الكبيريل! التاكس! يلا! مفيش! يا شاقف! اطلع المزرعة يا أستا! ما هي المزرعة؟ سوف أكون بعيدة! لا لا! غريبة! غريبة؟ اطلع المزرعة يا أستا! مرّع المزرعة! ممن الأجنة؟ هاي دي صاحبة الشق! أه! المالها مكتومة كده! ماتهو المطرح كده! عشان نفس برايح جاي! أوكي! أطلع! هتاسيبو! هل عدي شوية اللّ ازالي أطلع؟ أوكي! ايه سبست المتفهميني بنعطيها شوية مصاري اللي تسسينا لاخد راحتنا بالغرفة مصاري ايه?? إحنا ما اتفاقناش على كده والله مهولية هون نظام هيك لها هيك ولا كيك ولا نطط الحيط ابيقول لك ايه? الفرق دي تقلص على كام؟ ميتين دولار نعم يا رو حمك! انتان دولار ايه? إذا كان انت قول لك على بعدي تبليلتك كده عشرين دولار دهنا ايه اللي جاء راه ولا هو الظولار اغلى من الجاكات انا مؤخصة بقولك ايه بلاها ام الليلة دي واده العشرين درار بتاعتك يا معلمة عشان ما تقوليش ان عبدالجليل بيرجع في كلمته سلام عبدالجليل بنخلص بمية وخمسين همم ميت درار وتيت تيت خلص الشريك يا معلمة وتروحي وجيلي والندى عالي عشان هابل علي معا الطيارة بس الخير يا حاجة ايه يا ماشا الجمال ده ده صاحبتك دي باين عليها صاحبة مزاج قوي بقولك ايه عايزيني خلص قدامي تلت ساعة الفين دولار اهم انت بتعد في ايه ده وقته يلا يلا يا حبيب يلا انا قايني الساعة الثلاثة دي با موجودين كلنا في اللوبة تحت ده السيطار انا ده لما يبدى عبر لازم يتنفذ ودقى فين راقوا فين الساعة الثلاثة ونص روّق روّق يا أستاذ ناجي روّق الحمد لله نحنا أمرنا بالسالي بالمطار تاسم هم نحنا نكون قبل الخمس بالمطار لحتى نحط الشناط عسير ايه تعني فينا نطلع بالأربعة أربعة وربعة معنا وقت انا عارف أبو القاسم بس ده السيطار لازي يكون فيه التزام وانا مش هعدى اللي حصل ده بسهولة روّق معك انا ابني كلبي ابني ستين كلب يا ماشا بس ابوش ايهدك ما تقلب عليا وانا جاهز كنت فين انا انا كنت 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 مانيش مهم انا كنت فين المهم نلحق المطار والطيارة وبعد كده بقديني بتلاتين جازمة مبراهيم موسيقى 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 لا كون جرالوا حاجة والله العظيم ما عرف يا باشا أنا سبته في الشارع وقلده رايح مشوار وبعدين وبعدين يا أستاذ ناجي أنتوا هيك ما رح تسافروا لأن الطيارة ما رح تستنى لكم وإذا ما سافرتوا بهذه الطيارة الله أعلم أنتم ممكن ردت بلكوا سافرة تانية أنت بتعرف مسألت المطار ما مطارك لتربيطات كتيرة وأنت بتعرفها أنا ما أقدرش تسيلي لو أن إبراهيم للمطامن هو فين أنا مسؤول عنهم كلهم وسيما جينا مع بعض نازم نرجع مع بعض لا لا يا باشا نحن نازم نمشي دلوقتي نازم نرجع مصر حالا خلاص كلمت أمي وهي مستنياني أبوس إيدك نمشي يا باشا أنا كمان عايز نرجع مصر أنا عايز أنطمن على هو وبعدين إبراهيم اتؤخر إحنا زنبنا إيه فعلا يا باشا إحنا ملزمنا أنا عاوز أمشي يا باشا نمشي وإبراهيم يبقى حصار له أنا خافت للوقت يكون جراله حاجة معا عشان كده يا باشا أنا برجو من ساعتك يعني إحنا نبعد شوية حتى لو هتفنت الطيارة ومحادش هيخد أكتر بنصيب يا باشا الاجري يا بني آدم اتجري لوحوش غير رزقك لن تحوش وإنت عبد الجليل عايز تمشي ولا عايز توقع تستاني إبراهيم أنا من إيدك دي لإيدك دي يا باشا أنا مش فرع معايا خالص مفيش طيارة تاني يا باشا بالأسف يا أستاذ ناجي مفيش بعدين ترتيبات اللي عملتوا لكيها لحد تكونوا اليوم القاهرة لده وقت اللي حتى تصير بدي بقاتي خلاص يبقى خلينا إحنا لا يمكن نمشي وإحنا ما أسنا واحد أوكي يا أستاذ معناها أعطيني يومين ثلاثة اللي حتى رأتلكل شي مرة تانية وأنا بحكي معك صحيح يا حياتي اشتركوا في القناة